نحكيوه على الاعلام وبعدا نمشينا نحكينا على الفيلم الاعلام كن مخو خلينا نقولو جزء كبير من تجربتك سي فؤيد لي تيم هل انتي فرحان بيه انك انتي انتي بالاساس ممثل مكش لا الاعلامي لا كخونيكور لا حتى شي ولكن مع هذو عمل زادا كاميرا كشي بركاج زادا تفكراه دونك اعطيته من وقتك وعطيته من تجربتك وعطيت الكارير متاعك الجزء الهذا الكبير ندم عليه فرحان بيه ولا عادي بنسكاليك انا من طبيعتي الحقيقة ما نندمش على حاجة عملتها بالعكس نقول حتى لو كان كانت حاجة ما فيهش ربما نجاح كبير ولا فيها نجاح الى حد ما لأ نجحت نجحت في برنامج لاباس نجحت في مع فويز بنت مسك كيف كيف مع ناس نسمة كان من افضل البرامج اللي بتعادها في الفترة دي كمع محمد الدهش زادا كيف 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 جيو ذاك اللحلو دونك فما بركاج زادا بالرغم اليه وقتك طبك كل الكاميراك عشين تعال خوف زادا والرعو بعد بعد محمد دهش زادا عملنا مرة اخرى في نسمة مع عاطف بوزيدي يافي سوسن معالج معنا في اللي كيب هو انا مانيش اعلامي بش نبدا واضحين ومانيش صحافي بش نبدا واضحين كل حد عنده خدمته وعنده مانته وعندها وعندها خصوصياتها وعندها قواعدها وقوانينها انا فقط مع توقع دعوتي بشن كنت نعمل مسلسلات ربما في التلفزة الى فترة مطولة مسلسل اخو زمان ما توس عطر الغضب بعودة المنيار حياته اماني عشن نجوم الليل واحد عملت فيه ديركسيون دكتور وكميديان لمنارة حسيلو يعني مسلسلات جيت الفرصة بش كنت في نسمة فلبيت الدعوة بسيفتي ممثل وحاولت انه نفس الجدية اللي نتعامل بها في المسرح تكون هي بيدها في البلاتو في الهابنينج في البلاتو متاع التلفزة في ناس نسمع ولا من بعد في لباس ولا في حسيلو يعني دونك ما نندمش بالعكس معتا حتى التجربة اللي ربما كما كنت نحكيلك فيها ربما مش مية بالمية نجاح ولا بسعين ثمانين سبعين حسب اللي تقيل ربما عالقل نستخلص منها عبر ولا دروس وهي اللي تخليني ربما نقدم في ننضج أكثر ربما في تفكيري في خدمتي أنا أستاذ مسرح بالأساس وعمل دراسات العليا علوم التربية وبودوجية تدريس بعد إجازة المسرح في تسعة عفريل فأنا مربي بالأساس في المسرح أنا علش أسألتك على خطر المعروف انه دي ما يقول لك المماثل كيكون موجود في برامج عالمية يتحرق ولي ما عادش موجود في أعمال فنية هي لحد ما ربما صارت مع برشا مماثلين وقالوا ما بيدهم جاي وخارجوا قالوا كيما بسعين كيما كريم لين جيت فترة اختارون وهم يبعدوا عن الأعلى هل هذا هو نفس التمشي عملتوا سيفويد هو معانتها مش يبعدوا معانتها ربما يعني قلبة بقلبة نحنا نقولوا ربما شوية تلفزوا جيك فيلم جيك مسلسل تعمل مسرحية كان يكون أفضل ربما في الكاريير متاع المسرحي في الكاريير الممثل لكن بحكم انه تلفزة راهي تاكل شوية تجبد معانتها تومسل اي لا تجبدك يعني تستهويك تلفزة تخليك حي ربما مع الجمهور خطر تقربك للناس أكثر وربما يواحد يستغل الفرصة في انه الناس قربتوا تلفزة لهم باش من بعد كي يرجع للمسرح ولا يتوجد في السينما الناس اللي يحبوه واللي يحبوه في التلفزة يمشي وتفرجوا فيه في السينما ويتفرجوا فيه في المسرح يعني سيبت في شهرتك أكثر مهم اي يتعاون بينسور تلفزة تدخل الديار لكل الناس الكل يحلوا التلفزيون وفي فترة كبيرة مايش بعدة كانت الناس تتفرج كان في التلفزة في المسلسلات التلفزية في البرامج هذوما في اللي بلاتو هذوما اليوم متوين سمعش يتفرجوا في التلفزة؟ لح تلقى كنت قابل في الشارع مع الناس يسئلوني وينك بمعناها ومتظهرش أول سؤال نعم له بصدق ماته أو ماي ما هو شوية فيه شوية خبث السؤال تتفرج في التلفزة؟ يقولي لا ما للوحية تتسل فيها ويتحب بني نتعدى في التلفزة انت ما تتفرج فيها لعبت بعدة ربما لعديد الأسباب برشة أسباب خلت الناس ما تتفرج في التلفزة ربما معلشة نقول انا يمكن لريزو سوسيو خذاو جانب كبير من الفرجة ويكون زيدة معتش فهم برامج تستهوي توينسيو البرامج الباية فهم برامج باية أكيد معتها ذوب البرامج الباية ذوب في الكم الهائل من البرامج اللي هي الحقيقة أصبحت فيه البلاتو أصبحوا شوية عرك ومعروك معناها انتقلنا من العرك والمعروك السياسي واللي أنا عندي فيه موقف إلى العرك والمعروك الاجتماعي اللي هو ما ينفعش الناس معتها ما ينفعش الناس انه ما ينفعش الناس انه إنسانة طلقت والاخرى خذات والاخرى بطلت تحكي على البرامج الاجتماعي عدد ذو كان يعملوا نسب مشاهدة كبير ماذا يعني حد شيء يعملوا برشة نسب مشاهدة للبرامج الناشحة نسب المشاهدة لتعني حد شيء معتها غدوة يخرج واحد عريان تويتفرج عليه العالم يعمل نسب مشاهدة مع قاطعة النظير نحن نسب المشاهدة حتى في زوز يتسابوا أنا من عرش حكيت القبيلة ما طاونا عودها واحد يبدأ ماشي بشيشري قضي أكيد لدارهم دواء اللطف علينا وليكم الولد ولا أم ولا أخوه ولا اللي هو في العائلة عنده محتاج الحاجة في الطريق يلقى عركة يبقى يتفرج فيك العركة الفرجة الفوريوريسم عند الناس كل هات نس 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 ويعمل نجم يعمل جام ولا نجم يعمل جادار ونجم يضحك ونجم يعمل كومنتر ويسب ولا ما رحش يقول أي حاجة انت قلت حاجة مهمة قلت انتقلنا من العرك السياسي للعرك الاجتماعي اللي نزيد حتى وصلنا على العرك الفني بين الفنانين اللي نشوفوا في بعض البرامج فنان يحكي على فنان بعد جمع لي بعضه يجي الفنان الاخر يحكي على الفنان اللي قبله مالورزم هده هوني وين اللوموا؟ اللوموا على الاعلامي؟ والبرنامج؟ ولا اللوموا على الفنان؟ مالجيهات الكل كيفاش؟ على خطر الاعلامي اللي عمل الحكاية هذيك حاشته به يحب هو ظهر له حتى لو كان يكون متخرج من معهد الصحافة وعلوم الاخبار ظهر له انه العرك هذاك ينجم يوصلوا للناس ولا النجمي يعرف بيه اكثر ناس ولا الناس تبع برامجه اكثر كما كنت تحكي عنه وكذا منا معتها شوية ملحن وشوية مرتبط لدين ثم الفنان اللي يجيه معناها عارك انا نقول الحقيقة وقت اللي يبدأ الفنان عنده ما ينقد في فنان اخر مباشرة الكلنا عندنا معناه نتفرجوا نجموا يتفرجوا فينا اسحابنا ونجم يكون عندهم رأي فينا معناه وإلا نحن عنا رأي في حد فمن الافضل لحقيقة إذا كان تحب تكون كونسلكتيف تمشي لصديقك هذاك وتبلغ له وتقول له رأي عندك كمبيتنس وعندك كاباستي تخليك تنجم تكون أفضل معتها تنجم تنسح في البريفي كي ما قال حسيم ساحي حسيم نشكر نسقط ونحبنو ان الساحبي ذيك نحبو نبعط له مساج نجمو في البريفي نقولك حسام ما عجبنيش مثلا في كذا ولا درا شنو وحدنا نحكيو اما انو نجين شهر به في الواحد ظاهر المراد ما هوش الاصلاح ولا ما هوش ربما النصيحة ظاهر المراد هو الظهور والباز وكما كنت تحكي على النابر دو فيويت وصا دونك انا جو بريفير من الافضل انو تحكي معاه الشخص مباشرة تقول له خويا راهو لاكس لفلاني اللي خدمت فيه خدمت فيه كذا وبطريقة اللي هي ربما كانت تكون افضل اذا كانت ويا فورني اما بي بلوس ديفور ولا جون سبا مرها نصيحة اللي هي بش تكون في الاتجاه هذك اما انك تجي في بلاتو وتقول الفنان هذك خايب وهذك ما يعرفش يمثل في الاخر بالكل حتى المواطن العادي يتفرج يقول من انت ساعة انت شكونك انت حتى للجو ما تتحكي خطر زادة المواقف في الفن بصيفة عامة انا بالنسبة ليه رولاتيف معتها اللي نجم يعجب وميمة بتاتر ما يعجبش فؤاد ما تنجمش تحب الناس كل تحبك يا رسول الله معتها ما هيش دونك تجري على انو الناس تشوفك اكثر وانت تسب لوه هذا اللي خليك تبعد عم من الظهور العليمي انا متأكدة ليجيو كدا عوي متأكدة يعني دونك انت تتخير انك تبعد وما تظهرش باش ما تقعدش تتحرج ولا تتسئل سؤيل كما هك جستمون هممين ما نحبش ما نحبش ما نحبش ما نحبش فلاش كون خير هذا خير من هذا نعطيك رأيي واحدي انا ويك نقولك هذي افضل في كذا وهذا ربما رأيي برسونال شخصي اما نجي نقوله في التلفزة هذي افلانة خير من الممثلة الفلانية سي لحقيقة سمحيني تقعرة باللهجة التونسية الامتاع الشارع ميقعر انا عندي واحد يجي بشي قيم فنانين ولا ممثلين ولا حتى سياسيين رأو زد معتها فلان يعمل خير من فلان لا فلان عجبني الي اكستر اوردينار في النقطة الفلانية ويليبياو وكذا واحد اما انه تجي هو شوى زد متاع الكلماتي نجم رأو بش ما نسكروش بالنقد نجم واحد ينقد باحترام غير ما تمس في شخص العبد تنقد خدمته وتنقد الشخصية مثلا عديني كيفش كنت فويدلي تايم عندو اه كبير كان ينجم في الدورة ذا ينجم يعطي خير اه ينقمن مش مش نمس في شخصك هذا بي نجم نقول انا كان جيت المساحة اكبر لي فويدلي تايم غلطت هوني فويدلي تايم ما حسيتوش في ادوار اخرى كان ابدع خير معناه نجم نعطيه اللي حد الان جلدية الامور باه نظيفها سمحها سافعها شوية مش نمس لك في شخصك شوية تنتورها والجرح فما كلام تعكره ولا كلام تعنقبه ايه اما جماعة الي تحكي عليهم اللي هم موجودين برشا وتردنوه وارب يهديهم اراو يغرصوا في ال اا راو يصو حتى للعيب معناه برشعيب والي هو هيدا مش ماقبول مش ماقبول برشعيب تمس في شخص العبد ولا تستهزئ من مجهوده ولا من خدمه قدح قدح اكيد هذا مش ماقبول برشعيب نقعدش إحراج ساعات. لا لا تعطي مثالش باي راو فما لباقة راو فما طوى انتي كمناشطة جيتي بش تحكي معايا عليها انا وتحكي تقولي لي راو فؤاد انت كنت نجم تكون خير في كذا وعليش في الدور هذاك كنت شوية مكش بارفورمان شنو وعليشني ظروفك وقتها في التصوير شنو لي ما عاش بكش سيناريو شنو لي ما تعداش هذيا نخبل منك ونحكيه وانا وياك اما انو نجي انا نتحط لهنا حكم بش انا نقول فلان عمله وفلان غلط وفلانة صحيح وفلانة هذيك ما حقاش غلط على الاخرى دراشكوني ونبدأ نسمي فيهم بالاسامي جو تروف سا ما تحقيق تريبا